السلام عليكم جيت اليوم باش نشارك معاكم مجموعة من العصائر المعتمدة عندي فرمدان اللي كنديرها وانا متأكدة من المضاق ديالها جيت باش نتبرتجها معاكم والاهم انها صحية بمكونات بسيطة ولكن نتيجة هائلة كي يحمقها لبنات وكي يجول دادين بزاف ودابا ان شاء الله قد ندوزوا بطريقة والمقادر ديال العصائر بالنسبة لأول عصير سوف نحتاج لي 1 منية ديال الفريزات اللي غسلناهم ونقناهم سوف نحتاجوا 1 تفاحة مغسولة ومنقيهم قطعة ونحتاجوا كذلك واحد البربا اللي سلقناها بالقشرة ديالها ونأكد على انها تسلق بالقشرة ديالها باش يبقى لنا اللون ديالها جزوين وما يمشي لنا مع الماء ونحتاج كذلك العصير او السكر اللي متوفر عندكم وعندي اترولارو بديار عصير الليمون ونحتاجوا القليل من سكين جبير طريق وبغيت نشارك معاكم واحدة ناصحة اللي هي إلا بغيتوا العصير ديال لكم يجي زوين بحل العصير اللي كيتباعوا على برة فالسر هو تلج يعني زيدوا معاها بعض القطع ديال تلج هرا كي يجيب لكم العصير ديالكم غزال وزوين في لاتكس يوع دياله إذا كناخدوا خلاط وكنمضعو فيه الباربة مع جميع اللي فخوي اللي عندنا وديما كنسبقوه هاد الفواكه اللي كتكون مقطع عاد كنزيدو عصر الليمون اللي هو سائل أنا كنعطاكم هاد النصيحة لانني ما نضغوات نهار غادي نسبق عصر الليمون عارفوني غادي ندوش هادك النهار كوني كنبلي فايزقه وطير علي العصير المهم كان بدوك نطحن العصر ديالنا والنصيحة اللي بغيت نشارك معكم هي العصر يبغيت تعصر مدة طويلة باش يجيكم زوين وبنين لانه خاص هادوك المكونات تطحن مزيان باش تجانس مياه في المياه مع بعضياتها وهناك تعطيكم الفرق ما بين عصر وعصر العصر ديالي هاو جد وحلفت من حيض هذا اللقطة من المونتاج باش تشوفوش حال انا مالا ضغوات واش عيب اضلال الكس قدامي وكب العصر في الارض لا يمكنش وزغبني الله وبديت في العصر ديال الباربا رأي الهي لي وريكم مرأة دنيا كلها والات حمراء المهم ده بغادي انجزو للعصر ثاني اذا البنات العصر الثاني غادي يكونوا في السبانيخ وبغيت نشارك معكم الطريقة كيفاش تحفظ عليهم في الكنجيلاتور اذا كان ناخدو الماء كي يكون سخون كيفما كانت تلاحظوه كي يغلي وكان ووضعوه في السبانيخ ديالنا وكان خلوهم في هاد الماء مده ديال عشرة ثواني فقط وهاد العملية كنديروها غير باش نرجعو اللون الاخضر لهاد السبانيخ ويجيونا في العصر لون همزوين ويجي ذاك العصر كيشهي اذا كان بدوك نحيدوهم من الماء ومباشرة كان نحيدوهم من الماء سخون مباشرة للماء البارد وهاد الماء انا اخدته غير من روبيني لانا عندنا الماء بارد ولكن الى كان عندكم تلج كان احسن وصفيك نخليوهم في هاد الماء ويجيب ان يأخذ لكم بانا اللون ديالهم خضر بزاف ويجيب ان اخذ لكم طريقة كي نحفظ عليهم في الكنجيلاتور اذا ناخده هذه العبدة ويجيب فيها السبانيخ ومن بعد نضيف عليهم واحد شوية الماء ويجيب في الكنجيلاتور من الصفيم يجب أن نضع الثلج في العصر و نضع الثلج بثلج و هذه هي سبانخ مباشرة تحتاج تلج في العصر و بالطبع الحال يحتاجون بجوش موضوع بالنسبة للمكونات العصر فأنا نحتاج مصدر الحليب و نحتاج 1 لفوكا و نحتاج كذلك قليل القرقاء و نقوم بإدخال الثلج و نضع الثلج كهربائي فقط و نضع المكونات و لا تنسوا كذلك 5 قطع بالتجهد و يظهرون الثلج و بالنسبة للمكونات العصر و لا تستطيع أن نتجبه فقط تحن المدد سوف نسجم لكم واحد اللون رائع في العصر وهذا العصر يجب المناسبات خصوصا إذا كانت لديكم بيوفي أو مناسبة سوف يجلس العصر مدة طويلة وكيف لا تعرفوا أنا لفوك كيف تبدل اللون ديالها وكيف حال فمع السبانيخ كيبقى اللون ديالها خضر وزوين البنات وكيف لا تلاحظوا وشوفوا اللون ديال العصر جحل زوين هذا الخضر يكون غزال مع السبانيخ وفي نفس الوقت يزيدوا واحد الماداق وصحيين وها العصر ديالي يوجد ونزل العصر الثالث اذا بالنسبة للعصر الثالث فهنا عندي واحد الخوخة اللي خليتها بالقشرة ديالها لان الماداق راكين في هذه القشرة وعندي واحد خيزوية اللي قشرتها وقطعتها دوائر وكنحتاجوا كذلك واحد الخمسة ديال المشماشات اللي كنرطبهم في شوية ديال العصر الليمون اللي ممكن انكم تعوضوهم يا بالشريحة يا بالطمر يا بالزبيب غير انا كنفضل مشماش لانه في الماداق غزال وثانيا الليموني باش يجيب لي العصر ديالي اللون دياله ليموني وكنحتاج شوية ديال العصر انا يا اما كنستعمل العصر او كنستعمل سكر الاصمر وكنحتاج نسطره ديال عصر الليمون اذا في خلاط كهربائي كنوضعوا جميع المكونات بالنسبة لخيزوية اللي بنات انا هنا قدرتوه خضر ما مسلوقش ولكن الا كانت لماشين ديالتكم ما كتتتحنش مزيان ممكن انكم تتسلقوه باش يجيكم العصر ديالكم مطحون مزيان سافيك انضحنوا هاد المكونات مزيان وكيف ما كان قولتيما سافيك انضحن مده طويله وتضاف معه طريفات ديال التلج العصر ديالي ها هو وجد وده بغد اندزل اخر اقتراح وهذا العصر البنات هو المفضل عندي عزيز علي افزا في واحد المطاق خاص انا كنسميه العصر ديال المناسبات لانه فعلا ديالنهار الكبير لانا كنشمو فيها ديال ريحة ديال الزهر مع التمر مع اللوز فعلا مميز جدا هاد العصر وبغيتكم تتجربوه على البنات واترجعو علي الخبار اللي كنحتاجو في واحد البانانا كنحتاجو فيه الطمر على حسب الضغط ديالكم انا ينادرت ربعا ديال طمر مجهول عندي انسطر ديال الحليب عندي غير معلقة ديال العصر لانا الطمر حلو شبكية حلوة كنحتاجو كذلك معلقة صغيرة ديال المزهر والتي تعجبوه ممكن يزيد كتر عندي تقريبا هنا واحد ربعين جرام ديال لوز وعندي البقايا ديال شبكية كيف ما كنقول لكم انا اتحجى عندي مكتلاح لا ضروري كل واحد فينا كيبقالي في الاخر ديال الشبكية مهرسة فهذه المناسبة كيف تديروها في العصر المهم في خلاط كهربائي كتضيف جميع المكونات واللي كيعجبوه مكسرات واحدين اخرين بلاستلوز ممكن يضيفوهم اللي كيعجبوه الزبيب او البرقوق او اي حاجة من اللي فخوي السكفة يديروهم في هذا العصر فهو صحي وزوين للفطور ويأتي حتى بنين بالنسبة للبنات اللي ساكنين في دول مغير مغربية وكيبقوا يتسوحشو ذلك الاجواء وذلك النسمة المغربية فهذا العصر مناسب للرمدان مع هذه النسمة ديال الزهار كيأتي اكتر من رائع العصر ديالي ها هو وجد وبغيتكم اللي بنات تجربوه وتردو لي الخبار واش اعجبكم او لا لا غادي نخلي لكم الانستاغرام ديالي في صندوق الوصف باش تواصله معايا وبالنسبة لهاد الكيسة اللي بنات راخدتهم من جيفي بغير باش نقول لكم رايب برومو دابا ديري لهم غير واحد اورو ونصف يعني هاد الوقتة باش تاخدهم للصيف وهكا كنكون وصلنا النهاية ديال الحلقة ديال اليومة اللي كانت مننا ان هاد العصائر يكونوا عجبوكم ويلعجبوكم ما تنسوش انكم تبرتجوهم على اصدقاء ديالكم وما تنسوش من جيم وتعليق وشكرا لكم على المتابعة ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينة اللي هلا يخطيكم عليا ونطلقو في فيديو جديدة وما تنسوش كان حماق عليكم